هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري خصوصية العام الحالي بالنسبة لمصر والولايات المتحدة باعتباره الذكرى المئوية لتتشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع أضاء مجلس الأعمال لتفاهم الدولي الأمريكي على همش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واصطارد شكري خلال اللقاء جهود الحكومة لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة لسيما من خلال دورها الرئيسي في أطلاق منتدى غاز شرق المتوسط وما تملكه من قدرات تؤهلها لإسالة غاز المنطقة وتصديره إلى أوروبا بالإضافة إلى انخراط القاهرة في خطط لتطوير خطوط الكهرباء بين الأفريق والأوروبيين كما در نقاش تفعلي مطول حول هذا اللقاء وخلاله بين وزراء وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء مجلس الأعمال حول الفرص الاستثمارية التي تطوحها مصر للقطاع الخاص الأمريكي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر